لم تكتفي إيران عبر سنوات من إغراق المنطقة بميليشيات طائفية تحت الطلب بل عمدت إلى حرب أكثر تأثيرا وأسرع انتشارا والحديث هنا عن تصنيع وتهريب المخدرات موقع ويكيليكس قال في وقت سابق أن إيران تعتبر من أكبر مهربي المخدرات في العالم وأن مسؤولين عسكريين وبالأخص في الحرس الثوري متورطون في عمليات التهريب حيث تعد مطابق الحرس الثوري الإيراني لصناعة المخدرات أبرز مصادر تمويله وتمويل ميليشياته في المنطقة والتي تتمثل بفيلق القدس وحزب الله في لبنان وشركائه من مافيا السلاح والمخدرات وتبييض الأموال في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وباكستان وأفغانستان في حين أكدت تقارير عن زيادة إيران عمليات تهريب المخدرات في السنوات الأخيرة مستهدفة دول الخليج ودول عربية فبحسب رويترز أصبحت سوريا أحد أهم مواقع الإنتاج الرئيسي لتجارة المخدرات الإيرانية والمقدرة بمليارات الدولارات في حين شكل الأردن بحسب رويترز أيضا وجهة ومسار عبور لنقل المخدرات الإيرانية إلى دول المنطقة والخليج وهو ما أكده الجيش الأردني من أن تنظيمات إيرانية تعمل على تهريب المخدرات عبر الأراضي الأردنية أما في لبنان فقد أكد المرصد السوري أن ميليشيات حزب الله صعدت مؤخرا عمليات نقل المواد المخدرة والمواد الأولية لصناعة حبوب الكابتاجون من لبنان إلى مناطق في القلمون في ريف دمشق والقصير بريف حمص كما أكدت مصادر لبنانية أن تجارة المخدرات هي طريق حزب الله الأقرب لتأمين مصادر التمويل بسبب العقوبات الدولية عليه في حين شكل العراق ممرا لعبور المخدرات الإيرانية الذي أصبحت هذه تجارة المخدرات فيه شيئا مألوفا بحسب مصادر حكومية خاصة جنوبية البلاد وتحديدا في البصرة الملاصقة لإيران والتي تعد المتضررة الأكبر من مخدراتها